العقوبات التي يعاقب بها الأشخاص يوم القيامة أعزنا الله أن نكون من هؤلاء الذين يعاقبون بهذه العقوبة أن الله سبحانه وتعالى لا يكلمه ولا ينظر إليه ولا يزكيه وأيضاً له فوق ذلك كله عذاب أليم أما إذا ضحك الله لك يا هنيئاً لك على أن ضحك الله لك كما قال بعض الأعراب لما سمع بعض هذه الأحاديث في إثبات صفة ضحك لله فاستبشر وإطمأن قال لن نعدم خيراً من رب يضحك لن نعدم خيراً من رب يضحك إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر آخر أهل جنة دخولاً للجنة وخروجاً من النار رجل يقول يا رب اصرف وجه عن النار آخر أهل الجنة دخولاً للجنة وخروجاً من النار يا رب اصرف عني النار قد آذاني روحها آذاني روحها وحرقني ذكاؤها يقول الله له هل عسيت أن أعطيت ذلك ألا تسألني شيئاً غيراً قل لا والله يا رب لا أسألك شيئاً غيراً ويعطي العهودة والموثيق فبعد أن يعطي العهودة والموثيق تأتي مسألة أخرى يرى باب الجنة عن بعد قل رب يقربني من الجنة ويقول ابن آدم ألم تعطي العهودة والموثيق ألا تسأل غير الذي سألت قل والله يا رب لا أسألك شيئاً آخر فيعطي العهودة والموثيق فيقربه الله إلى باب الجنة وبعدها يمكس فيفتح باب الجنة فيرى ما في الجنة من النعيم فلا يصبر قل يا رب أدخلني الجنة ألم تعطي العهودة والموثيق على أن لا تسأل شيئاً آخر فيقل والله لا أسألك شيئاً آخر فيدخله الله الجنة قل له تمنى تمنى ويذكره ما لم يكن يذكر حتى يوطى مثل عاشرة ملوك من ملوك الدنيا فيقول الله له لك ذلك وعشرة أمثاله قل أتسخر مني وأنت رب العالمين طحك ربنا سبحانه وتعالى قال لا ولكن يعلم ما أشاء قادر جعلنا الله إياكم من سكان الفردوس وصل لهم على نبينا محمد وسلم ترجمة نانسي قنقر